أعلنت مدرية التموين بالبحر الأحمر حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات للتأكد من وفرة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الأدمي ومكافحة الغش التجاري وقالت مدرية التموين أنه تم القيام بحملات مشتركة أيضاً مع مدرية الصحة والطب البيطري وشرطة مباحث التموين للمرور على المحال التجارية للرقابة على الأسعار وجودة المعرضات من استعداد مدرية التموين بحر الأحمر لاستقبال عيد الفطر المبارك طبعاً إحنا إن شاء الله دخلين شهر الخمسة بإذن الله والحمد لله جميع السلع التموينية التي توزع الاسترشادة ببطاقة التموينية الأرصدها كافية تماماً ولا يوجد أي نقص في أي سلعة السلعة الأساسية سكر زيت رز مكارونا كله ده متوافر والحمد لله دخلين بكميات تكفي شهر الخمسة وتزيد ولا يوجد أي اختناقات في أي سلعة عندنا الحمد لله اشتركوا في القناة